وللحديث عن آخر التطورات في حلب ينضم إلينا عبر سكايب من داخل الأحياء المحاصرة مرسلنا باسل أبو حمزة أهلا بك باسل بداية كيف عاشت مدينة حلب هذا اليوم نعم تحياتي لك أحمد اليوم كباقي الأيام التي تمر على أحياء حلب المحاصرة من القصف وأيضا من سوء الأحوال المعيشية التي يعيشها 350 ألف مدني هنا في المناطق حلب المحاصرة طبعا اليوم كعادته الطيران منذ فجر هذا اليوم يشن غاراته العنيفة على المناطق السكنية في مدينة حلب أكثر من 30 غارة اليوم من الطيران الروسي أسراب من الطائرات تشن غارات عنيفة على الأحياء السكنية معظم هذه الغارات اليوم تركزت على الأحياء الشمالية الشرقية كحي الشيخ فارس وأيضا حي الهلك الذي نال نصيبا وفرا من القصف وأيضا حي الحيدرية وحي بعيدين وأيضا منطقة أشقيف ومحيط مخيم حندرات وأيضا حي الصاخور الذي استهدفوا الطيران الروسي بالصواريخ الارتجاجية مما أدى لخروج مشفى كبير عن الخدمة في مدينة حلب طبعا هذا المشفى كان يعتبر للمناطق الشمالية الشرقية يغطي هذه المناطق يوميا يتوافد إلي عشرات الجرحة وأيضا الحالات الباردة من خلال العيادات الآن أعلن الكادر الطبي خروج هذا المشفى عن الخدمة بعد استهدافه المباشر لا شيء جديد أحمد على النظام باستهداف المناطق الحيوية والأماكن الحيوية كالمشافي وأيضا المدارس ومحطات المياه اليوم استهدف محطة المياه التي تغذي عدد كبير من أحياء مدينة حلب إن كانت الأحياء الخاضعة لسيطرة التوار أو الخاضعة لسيطرة النظام في الأحياء الغربية استهدفها النظام بعدد كبير من القذايف أعلنت الإدارة العامة خروجها عن الخدمة بشكل كامل حين هدوء الاشتباكات والقيام بإصلاحها طيب بسل ماذا عن التطورات العسكرية في مدينة حلب لسيما في منطقتين سليمان الحلبي وبستان الباشا نعم محاولات عديدة لقوات النظام كلها باعت في الفشل باقتحام تلك المنطقتين البارحة منذ الصباح وحتى اليوم ظهرا محاولات متتابعة للنظام للسيطرة على نقاط متقدمة في كلتا الجبهتين لكن هذه المحاولات كما ذكرت لك باعت في الفشل الثوار أعلنوا عن مقتل أكثر من عشرين جندية من قوات النظام وأيضا اغتنام عدد من الأسلحة طبعا بالإضافة للقصف العنيف على منطقة العمل من الطيران الروسي وأيضا طيران النظام الذي لم يهدأ ولم يترك أجواء مدينة حلب طيب باسل ماذا عن وضع الإنساني في المدينة مع استمرار الحصار والآن توقف ضخ المياه إلى أحياء المدينة نعم أحمد ضخ المياه توقف فازداد الأمر سوءا على المحاصرين هنا داخل المدينة أصبح لا ماء لا كهرباء وأيضا قلة في الغذاء والقصف المكثف على أحياء المدينة الصور التي تخرج من مدينة حلب هي خير شاهد على إجرام النظام بحق هؤلاء المحاصرين طبعا لم يعد للحلبيين هنا منفذ للخروج أو الدخول من مدينة حلب الواقع الطبي الرديء المتدني في المدينة لا يكاد يوصف من القصف كما ذكرت لك أيضا على المشافي الميدانية والنقاط الطبية لم يعد هناك مكان للجرحة وحتى الشهداء اليوم في مشفى في حياء الصاخور يعني أحمد المشهد لا يكاد يوصف شهداء كانوا موضوعين على باب المشفى وقريبين من المشفى لتأتي الغارة الثانية ليصبحوا تحت أنقاض الحجارة التي تهدمت من الأبنية المجاورة طبعا الواقع هنا لا يوصف أحمد في ظل هذا الحصار والقصف المكثف على أحياء المدينة شكرا جزيلا لك كنت معنا من داخل حلب المحاصرة مراسلنا باسل أبو حمزي